السلام عليكم يا حبايب تعديل الفيديوهات أو المونتاج بيطلب شغلتين أساسيات وضروريات الشغلة الأولى أن يكون في عندك أي شيء عمالك تشربه أنت وعمالك تعمل عملية المونتاج لأنه هاي العملية ممكن أن تأخذ منك ساعات ولازم أنك تحافظ على السوائل بجسمك فأنا حاطت المتة قدامي أنت إذا بدك تشرب شاي بدك تشرب قهوة المهم يكون في أي شيء عمالك تشربه الشغلة الثانية بكل تأكيد أن يكون في عندك برنامج المونتاج برنامج كيدل لايف اليوم رح نتعرف على شو هي المكونات الأساسية لهذا البرنامج بالواجهة شو هي الأشياء اللي ممكن أني شوفها بعدين رح نشوف كيف ممكن أني استورد الملفات اللي بدي أشتغل عليها كيف ممكن أني أعمل عمليات تعديل بسيطة ما رح ندخل بأي تفاصيل معقدة وبعدين كيف ممكن أني صدر المشروع اللي اشتغلت عليه لأي صيغة لحتى أرفعها ليوتيوب ارفعها لشاركها مع الأصدقاء أعمل فيها أي شيء بديها الواجهة الأساسية لبرنامج كيدل لايف بتنقسم لأربع أقسام أساسية القسم الأول اللي بيكون موجود بيسار الشاشة من الأعلى رح نشوف أنه في عندي عدة تبويبات التبويب الأول اللي هو رح يحتوي على كافة الملفات أو البيانات اللي عمالي اشتغل عليها أو اللي بدي يضيفها لمشروعي هلأ رح نشوف كيف ممكن أني ضيف الملفات اللي بدي إياها التبويب الثاني اللي هو الكمبوزيشنز إذا كان بدي أعمل أي إضافة بدي أعمل أي تعديلات بدي أعمل أي عملية دمج بين ملفين بين كليبين فبعملها بهات عن طريق الكمبوزيشنز التبويب الثالث اللي هي المؤثرات بدي أضيف مؤثرات للصوت بدي أضيف مؤثرات للفيديو فكل هاي الأمور بعملها عن طريق التبويب الثالث اللي هو الأفكس أما التبويب الرابع والتبويب الخامس فخلينا نعتبر أنهم ما لهم موجودين لأنه 99% ما رح تتعامل مع هدول التبويبين القسم الثاني بالواجهة الأساسية اللي هو القسم اللي بيعرض لي شو هو الكليب اللي عمالي يشتغل عليه أو شو هو البروجيكت اللي عمالي يشتغل عليه فأنا مثل ما شايف أنه في عندي تبويب في عندي واجهتين أساسيات هلأ هني بالوقت الحالي في عندي بس مجرد شاشة سودة بس وقت اللي بضيف ملفات وبلش أني أشتغل عليها رح يظهر عندي الشي اللي عمالي أشتغل عليه بوحدة من هدول النافستين هلأ أنت إذا حاسس أنه ما لك تتساءل ليش موجودين النافستين فهلأ منشوف كيف رح خليها نافزة وحدة لأنه بأغلب الحالات أنا شخصيا بيستخدم بس نافزة وحدة والنافزة الثانية ما في إلها أي داعي القسم الثالث بهاد إلا بهذه الواجهة اللي هو مسؤول عن الأوديو ميكسر عن مستويات الصوت شوف أن الصوت اللي عندي بكل واحد من الملفات هل هو مناسب هل هو عالي هل هو واطي إذا كان في عندي عمال ليصير أي كليبينغ هادي بيطلع لأي واحد من الملفات اللي أنا ضايفها أما التبويب الثاني اللي هو الخاص بإني عدي كل واحد من البرامترز اللي خاصة بالإفكتس اللي عمالي ضيفها أو بالكمبزيشنز بالنسبة للتبويب الثالث والتبويب الرابع رح نتركه لغير الفيديوهات لأنه بالنسبة للفيد اليوم يعني حتى هدول التبويب الأول والتاني الخاصين بالأوديو والإفكتس ما رح نشتغل فيهن بس عمالنا نتعرف على شو هي مكونات الشاشة أو مكونات الواجهة أما القسم الرابع بهذه الواجهة اللي هو القسم ما بدي أقول الأهم بس هو القسم اللي رح تكون كل كليباتك موجودة فيه اللي هو قسم التايم لاين اللي ضمن هاد القسم اللي هو موجود بالطرف الأيسر الأسفل من الشاشة اللي رح يكون فيه عندي موجود فيه بشكل ديفولت هاي الواجهة الأساسية لسه ما عملنا فيها أي تعديلات رح لاقي إنه في عندي أربعة أشريطة في عندي شريطين للفيديو اللي هنن ال V1 وال V2 وفي عندي شريطين للصوت اللي هنن ال A1 وال A2 طبعاً ال V1 مرتبط مع A1 وال V2 مرتبط مع A2 طيب أنا إذا كنت محتاج إنه يكون فيه عندي أكتر من كليبين أو أكتر من مقطعين صوت أو مقطعين فيديو فممكن إنه يضيف كليبات تانية أو أشريطة تانية خلينا بالبداية قبل ما نبتدي نضيف ملفات نعمل شوية تعديلات أساسية لأنه شايف إنه هاي الواجهة لسه ناقصها بعض العناصر الأساسية فخليني بالبداية منيجي للسيتينجز ومن السيتينجز منيجي للتول بارز شون ورح قل له أظهر لي الأساسية والإكسترا برجع كمان وبقل له الإكسترا مثل ما لشايف ضف لي النيوم والأوبن عنده الريدو الكوبي بيست والرندر أنا كل شي بيهمني من هاد اللي شريط هو بس الرندر بس الأمور التانية اللي ضفتها ممكن إنه البعض يشوفها ضرورية طيب أنا كيف ممكن إنه نضيف ملفات للكيدين لايف في عندي طريقتين فهلأ برجع للبروجيكت بين هلأ ممكن إنه أعمل سحب ولثق فهلأ إذا أجيد للفايل مانيجر فهلأ بس بعمله سحب وإفلات بشوف بهي الطريقة إنه نضافت الملفات عندي هلأ شايف بشكل افتراضي أو بشكل اوتوماتيكي اكتشف إنه هاي الملفات اللي عمالي حاول إني ضيفها في إلها عدد إطارات أو الفريم ريت مختلف عن الفريم ريت الأساسي اللي أنا شغال عليه إذا كان بدي عدل الفريم ريت للبروجيكت اللي أنا شغال عليه فبقل له سويتش أو إذا ما بدي عدله ممكن إنه غيره بعدين هلأ رح قل له إنه غير لي الفريم ريت رح نقل له أوكي سويتش هلأ صارت الملفات الثلاثة موجودة عندي طيب شو هي الطريقة الثانية لحتى إني ضيف ملفات إذا أجيت وضغطت بالزر اليمين ضمن البروجيكت بين أنا موجود بهذا التبويب وقلت له Add Clip or Folder فهلأ رح إيجي للملكان اللي بدي يضيف فيه ملفاتي ورح نختار ملف صوت رح نختار أي ملف صوت طيب هلأ هاي مثل ما اللي شايف هذا اللي حكيت عنه بالبداية إنه أنا ليش في عندي واجهتين لأنه أو ليش في عندي شاشتين لأنه الشاشة الأولى أو اللي عليها صار الشاشة اللي هي اللي بالمنتصف اللي هي Clip Monitor في حين إنه الشاشة اللي موجودة على اليمين اللي هي البروجيكت مع العملية مع عمليات التعديل والإضافة اللي عمالي اشتغل عليها هلأ لو حددت ملف تاني رح شوف إنه هاد موجود به الشاشة اليمين هاد لو اجيت سحبته ووديته للتايم لاين رح شوف إنه هلأ هاد اللي رح يطلع عندي على يمين الشاشة فهلأ أنا ممكن إني أعمل عملية مقارنة قبل وبعد أو إذا أنا ما لي مرتاح مع هاد النمط فبيجي للفيوم ورح قل له الكليب مونيتر خلينا شوف شو هي الأشياء اللي ما بديها هاد اسمه الكليب مونيتر وجنبه في عندي شي تاني اسمه اللايبراري فأنا رح إيجي للفيوم ورح شيل إشارة التحديد عن الكليب مونيتر هلأ راح كمان بيجي للفيوم ورح شيل إشارة التعليم عن اللايبراري بهاي الطريقة صار في عندي بس مونيتر واحد اللي عمالي أشتغل عليه اللي هو البروجيكت فقط لا غير طيب مثل ما شفنا معناها لحتى إني ضيف أي ملف من الملفات للتايم لاين اللي أنا عمالي أشتغل عليه بس مجرد عملية سحب وإفلات للتايم لاين وممكن أن يضيفها على أي واحد من الأشرطة الخاصة بالصوت أو بالصورة طيب هلأ النقطة اللي لازم أنك دائما تتذكرها أنه الكليب اللي موجود بالشريط العلوي رح يكون هو اللي موجود فوق الكليب اللي موجود بالشريط اللي تحت منه فهلأ لو جينا لهذا الكليب اللي ضفته بالأخير وستحبته بحيث أنه يغطي الكليب اللي موجود بالفي واحد هلأ أنا ضفته على الفي 2 هلأ هون ما لي شايف أي شيء ليش لأنه المؤشر أو الهيد موجود قبل الكليب الثاني بس لو حطيت الهيد فوق الكليب الأول رح شوف أنه اللي صار موجود عندي هو بس اللي موجود على الفي 2 غطى اللي موجود على الفي واحد فأنت وقت اللي بتكون عمالك تشتغل مع أكتر من الكليب واحد لازم أنك تعرف وين أي واحد هو الفي واحد مين هو الفي 2 مين محطوط قبل مين مين محطوط فوق مين لأنه هذا الشي رح ينعكس بالنتيجة النهائية بعدين بغير فيديوهات منشوف كيف ممكن أني حط أعمل عملية كروب كيف ممكن أني حط فيديو صورة ضمن صورة كيف ممكن أني أعمل زوم كيف ممكن أني غير الترتيب بس نحنا اليوم بس عمان ناخد نظرة مبدئية أو لمحة عن كيفية استخدام البرنامج هلأ هات بالنسبة للفي 2 رح أرجع ورجعه لمكانه اللي كان بالأساس وهلأ إذا كان بدي يضيف الشريط الثالث أو بدي يضيف تايم لاين جديد فهلأ أنا بيجي لأي واحد من هدول الفي واحد أو الفي 2 أو حتى بالنسبة للأي واحد وإذا ضغطت بالزر اليمين رح أقل له insert track هلأ هون رح يسألني إذا كان أنا بدي إذا كان بدي يضيف ملف واحد أو track واحد أو أكتر إذا كان بدي يضيفه أعلى أو أسفل التراك اللي أنا حددته بالأساس فهلأ مثل ما شايف أنه أنا حددت الفي 2 فهلأ أعماله يسألني أنه بدي يضيفه فوق الفي 2 ولا فوق الفي واحد إذا كنت بدي يحطه أتحت فبقل له under بيسألني إذا كنت بس بدي يضيف track أو مسار فيديو أو مسار صوت فقط أو بدي يضيف مسار صوت وصورة فأنا رح أقل له ضف لي مسار صوت وصورة وبدي يكون فوق الفي 2 ورح أقل له أوكي فهلأ مثل ما شايف أنه نضاف عندي الفي 3 والأي 3 هلأ خلينا نشوف كيف ممكن أنك تتعامل مع التايم لاين كيف ممكن أنك تذوم كيف ممكن أنك تنتقل من مكان لمكان كيف ممكن أنك تقص قسم من الفيديو اللي ما بدك يا فهلأ أنا لحتى أتحرك من مكان لمكان أو من بداية التايم لاين لنهايته لحتى أعمل عملية الزوم فبضغط بالكونترول وبتحرك بعجلة الماوس إما لفوق أو لتحت فبهذا الشكل بعمل إما زوم إن أو زوم آت لحتى أتحرك من بداية التايم لاين لنهايته بدون ما أضغط على الكنترول بس بتحرك بعجلة الماوس إما لفوق أو لتحت وبهذا الشكل بنتقل من مكان لمكان على التايم لاين هاي الخطوات الأساسية اللي ممكن أنك تعرفها الخطوة الثانية أني أتعرف على بعض الشورت كاتس اللي رح استخدمها بشكل دائم هاي بتغنيني عن أني استخدم الأزرار اللي موجودة بهذا القسم فأنا في عندي اختصارين أساسيات لازم أني أعرفهم دائما أو ثلاث اختصارات الاختصار الأول اللي هو أن يكون محدد أداة التحديد اللي هي السهم أو السليكشن تول هاي اختصارها اللي هو حرف الاس على الكيبورد أنا دائما بنصح أنك تتعلم الشورت كاتس الخاصة بأي برنامج عمالك تستخدمه لأنه الشورت كاتس بكل تأكيد بتسهل عليك أنك تستخدم الماوس وتروح تدور بالمينيوس أو بالقوائم على الخيار اللي بالدكية فهلأ في عندي السليكشن بعدين في عندي أداة القطع أو الريزر تول اللي اختصارها هو الـ X وهلأ رح نشوف اختصار أسهل من هاد الاختصار وبعدين مثل ما حكيت عندي حرف الـ S عندي حرف الـ X والاختصار الثالث اللي هو Shift و R هلأ رح نشوف شو هو هاد الاختصار فهلأ أنا إذا ضغطت على S رح شوف أنه ممكن أني حرك هاد الكلب لأي مكان بديه على الـ Timeline وممكن أني أخده من مسار حطه بمسار تاني أنا رح خليه على مساره الفعلي هلأ إذا ضغطت على حرف X بهذا الحرف ممكن أني أعمل عملية قطع فأنا باعتبار أني محدد الـ V1 فرح أعمل عملية قطع بهذا المكان بعمل عملية قطع بمكان تاني بعمل عملية قطع بمكان تالت إذا رشعت وضغطت S وحددت لنقول القسم التاني اللي قطعته وضغطت على Delete فهو رح يحزف لي إذا قلت له Ctrl Z ما بدي أعمل عملية القطع بس بهذا الشكل ممكن أنك تقطع الفيديو اللي عمالك تشتغل عليه وتشيل الأجزاء اللي ما بدك من هذا الفيديو طيب هاي العملية بتعتمد هاي العملية اللي شفناها عملية Eraser أو حرف X هي بالمكان اللي أنت عمالك تحرك الماوس فيه رح يعمل لك عملية القطع طيب أنا لو كنت بدي أقطع الفيديو الفيديو بالمكان اللي موجود عليه الهيد أو الرئيس اللي أنا حاطه هلا لنقول أنه أنا موجود عند الثانية 16-16 وهون بدي أعمل عملية القطع هون رح نستخدم الشورت كت اللي حكيت عنه اللي كان Shift-R متن ما عملت له Shift-R شايف أنه مباشرة عملي عملية قطع بهذا المكان هاي الخطوة بتشوف الناس على طول عمالها تعملها أنه أنا بس بدي أعمل عملية القطع بالمكان اللي الهيد موجود عليه فإذا كان في عندي شورت كت بدل ما أني استخدم الماوس وحركها يمين ويسار إذا رجعت لحرف X وحركها يمين ويسار لا أعرف وين بدي أقطع لا أنا مباشرة عارف وين الهيد اللي عندي فبضغط Shift-R وعملي عملية قطع هلا هون ما عملها لأني ما حركت الهيد أبدا من مكانه خلينا نرشع لحرف S طيب هلا بحالة كيد اللايف عملية التحديد أو إذا بدي حدد أكتر من قسم أو أكتر من كليب ضمن التايم لاين هاي اللي رح تلاقيها مختلفة عن برامج تانية هلا بالعادة إذا كان بديك تحدد أكتر من عنصر فبتضغط زر الـ Control بحالة كيد اللايف لحتى تحدد أكتر من عنصر بتضغط زر Shift فهلا أنا إذا ضغطت على Shift وحددت الفيديو الأول أو الكليب الأول واللكليب الثاني واللكليب الثالث رح شوف أنه تحددوا هدول اللي ثلاثة ورح أحزفهم طيب خلينا نجيب الكليب الأخير اللي حطيته هون ونحطه فوق الكليب الأول طيب إذا لاحظنا أنه بحالة أنا عملته بشكل متعمد أنه الكليب الأول هاد في معه ملف صوت في حين أنه الكليب الثاني ما له أي ملف صوت هاد الكلام شايفو من الـ Wave اللي موجودة تحت هاد عمله دل أنه الأي واحد في معه صوت في حين أنه الأي اثنين ما في عندي أي ويف فهو بدون أو موجة فهو بس ملف صامت طيب هلأ خلينا نحزف القسم الأخير من هذا الفيديو باعتبار أنه غطينا بالقسم الأول طيب إذا كان بدي هلأ هاد الملف مثل ما لاحظت وقت عملت عملية القطع قطع لي الصوت والصورة ما بعض طيب أنا إذا كان بس بدي أقطع الصورة وخلي بس الصوت فهلأ إذا ضغطت بالزر اليمين ورح قل له أن جروب هلأ وقت البضغط على الأن جروب رح شوف أنه صار فيني أتعامل مع الصوت مع الصورة لحالها ومع الصوت بشكل منفصل طيب هلأ بالنسبة للأشياء اللي تعلمناها اليوم ما رح ندخل بأي تفاصيل معقدة أكتر بس رح نشوف أنت اشتغلت على الكليب اللي عمالك تشتغل عليه بعدين كيف بدك تصدره لملف جديد هلأ بعد ما خلصت رح إيجي للرندر رح اضغط عليها فرح شوف أنه في عندي الصيغة الأشهر اللي هي موجودة تحت قسم الجينيريك اللي هي H264 بس قبل ما تعمل عملية التصدير رح قل له More Options هون لأنه إذا جيت لتحت رح شوف بالنسبة للكواليتي هو بشكل افتراضي آخذها على 75% أنا إذا كنت بدي أحصل على أفضل كواليتي فرح حدد الـ Check رح حدد هذا الخيار لقل له Houston كواليتي ورح آخذها للمية بالمية لأنك إذا حطيتها على Low أو تركتها على 75% رح تطلع عندك النتيجة النهائية الكليب كله بيكسلات وما رح يكون فيه رح تحسوا أنه فيديو من أيام الأربعينات أو الخمسينات فنحن رح نحطه على High Quality بعدين إذا أنت فيه عندك كرت شاشة خارجي بدك تستعمل عملية الـ Hardware أو بدك تستفيد من الـ Hardware Acceleration أنا فيه عندي خيار اللي هو الـ Hardware Accelerated بس مكتوب عليه Experimental هلأ من تجربة الشخصية ما فيها أي مشاكل وشغالة بشكل ممتاز ومن تجربة الشخصية كمان حسيت أنه الـ Hardware خلينا نفتح الخيارات الموجودة هنا أنه كروت نفيديا يعني بحالة الـ Hardware Acceleration أفضل من كروت AMD النتيجة النهائية حسيتها أفضل بكتير فهلأ نحن ما رح نعمل الـ Hardware Acceleration لأنه احتمال أغلب الناس ما يكون في عندها كرت شاشة خارجي كرت شاشة خارجي فرح يجي للجينيريك ورح قل له روح مع الـ H264 رح قل له وين بدي أحفظ الملف اللي بديه إذا ما كان طالع عندي هذا الخيار فأنا إذا ضغطت على هات الزر اللي موجود جنب الـ Output File رح يسألني وين بدي أحفظ الملف ورح تدخل اسم الملف بعد ما خلصت من هاي الأمور بشي وبقل له Render to File هلأ بعد ما تخلص عملية الـ Render ببرامج تانية ممكن يكون اسمها Export ممكن يكون اسمها Deliver المهم اللي هي الخطوة النهائية بعملية بعملية المونتاج نحنا اليوم ما حكينا لا عن كيفية تعديل الألوان لا حكينا كيف ممكن انك تستخدم الكي فريمز لا حكينا عن كيف ممكن انك تضيف مؤسيرات أو حركات أو إفكتس بين كليب والتاني بس كان مجرد تعريف بواجهة البرنامج وإن شاء الله بفيديوهات تانية منحكي عن هاي المواضيع الأكثر تقدما عن كيفية استخدام كايدين لايف بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر